اشتركوا في القناة اخطأت بقى شريحة من البطيخ وبتديد كده فرق قلب البطيخة زي ما انتوا شايفون يعني هي الموضوع مش محتاج غير شريحة واحدة زي ما انتوا شايفين كده ابتديد بقى أقلم اللي هو الطوق بتاع البطيخ ده وطلع منه كده كل البطيخ الزيادة بأخط بقى البطيخ اللي طلع دوت بحطه على الطبق دوت وبعد كده بقى أشيل منه كل البزل وبعد كده بقى بحط الطوق دوت بالبطيخ بتاعه في الفريزر يتجمد لمدة ساعة ولا حاجة الغلطة الشانية اللي انا عملتها ان احنا بنجيب التوق بتاعي البطيخ ده وبنغلفه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده بقفل عليه كويس من كل الجهات بالشكل ده بس مش بورق يا جماعة زفدة خالص المفروض بستريتش زي ما شفت في الفيديو بس طبعا عشان ما كانش عندي استريتش قررت ان انا شغل دماغي ودركني ما شغلتها الحقيقة ما كنتش فاهمة ان النتيجة هتطلع زي الزفت كده زي ما هنشوفهم في الاخر المهم عادي يعني قعدت بقى عمل فتحات بالسكينة كده ودخل العصيهم بتاعت الايس كريم بالشكل اللي انتم شايفينه كده داير ما يدور بعد كده جبت البطيخ بقى البطيخ تجمده هوت في التلاجة لمدة ساعة كله جمد زي ما انتم شايفين جبت بقى الكبه وحطيت فيها البطيخ دول تقريبا حوائي كيلو من البطيخ المخلي دفت لهم بقى نص كباية من الكريم شانطي الخام وحوالي ربع كباية من الحليب البودر ومعلقتين كده من سيرب النعناع هبقى نزلكم طريقته نهاية الفيديو احنا نزلناها كتير على الصفحة وبعد كده بقى ضربت يا اختاه ضربا مبريحا لحد ما كله اختلط مع بعضه على فكرة تقدروا تستخدموا الخلاط او الهند بلندر او الكبة زي ما انا عملت كده بعد كده ضفت بقى معلقة من الاشطة البلدي عشان تدي كده تسكيري حلوة وضفت كمان معلقتين من السكر علشان لما ضقت الخليط حسيته محتاج شوية سكر تمام بعد كده بقى خلاص جهز معايا الخليط هنزل بقى على الاختراع الفاشل اللي انا عملته دوت محدش يستغرب يا جماعة بصوا يعني كان عندي امل فظيع ان هي تنجح لان هي سهلة جدا ما كنتش متخيلة النتيجة تطلع معايا كده بصراحة تمام زودت شوية داني من البطيخ عشان حسيت كمية قليلة ويدخلتها بقى الفريزر لمدة ساعتين بصوا يعني عادت اقول مش مشكلة فداية فداية وشوية اللي تلعب دول معلش وبتاع وحسيت ان هي برضو فيه امل تنجح بس هي لست قلبها طري وكل ما بسيبها في الفريزر مش عايزة تجمد خالص قطعت كده شريحة بالشكل ده علشان بس اوريه من انا ما فشلتش مية في المية يعني ولا حاجة بصوا قلبها سيح تماما المشكلة بقى ان الورق باش ودخل في الايس كريم زي ما انتوا شايفين كده ما كانش ينفع ابدا استخدم ورق زبدة يعني الورق هيبوش ويدخل في الخليط مش عايزة بيتخنقوا على ايه مش عايزة محسيني ان هي نكحة المهم قطع نواحنا كمان عشان نتأكد من فشل الوصفة زي ما انتوا شايفين كده طلعها برضو مش مسك نفسها مش عايزة لعيب في التلاجة علشان ما سقعتش ولا لعيب في النور اللي بيقطع اكيد لعيب مش في ورق الزبدة بس يا جماعة صح قولوا صح قولوا صح وخلاص وجملوني انا عملت ايه بقى علشان انقذ ما يمكن انقاذه وشلت بقى الورق واخدت الخليط كده زي ما انتوا شايفين حطيتوا بقى فعلا بقى وكوبايات عندي اللي هي البلاستيك استغنانة دي وسبتها بقى تتجمد لحد ما مسكت نفسها خالص بقى بالشكل ده سبتها فترة اطول طبعا وبعد كده شكلتها بقى زي بولات الايس كريم كده في الاضباق تمام؟ ترقيتلي بقى والله يا جماعة شكلها حلوة جدا ايس كريم عادي خالص ما كانش لازم الفزلكة اللي انا الفزلكتها في الاول دي وان ما عنديش الستريتش مكنتش لازم احط ورق زبدة حطيت هنا شوية سوس فراولة وواحدة كده كريز علشان الشكل والحركات والجرنشة وهنا هحط معلقة من سيرب النعناع سيرب النعناع ده بيكون طحفة جدا على فكرة مع ايس كريم البطيح وطريقته بقى مفيش اسهل منها سوس بقى على النار بحط فيها كوبايتين من السكر وكوباية من الميا يريدت نزرب المياه الاول علشان انا نسيته وبعد كده بسيبها بقى تغلي تماما مع نفسها كده لحد ما السكر يدوب بعد كده بعد ما السكر يدوب بنزل بحزمة من النعناع اخدت الورقة بس سيبها كده تاخد تقليبتين بعد ما سبتها الاول تغلي حوالي 8 ده يعني اكيني بعمل شربات تقيل بالزبط وبعد كده بشيل النعناع ده وتوصف فيه تماما بعد كده بقى بجيب لون جيل اللي هو الغزاء اللون اللي اخدر وبزاوب بقى بنقط كده في الشربات ده لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاها بعد كده بقى بجيب برطمان يكون ناشفه متعكم وبنزل بقى بالسيرب بتاع النعناع بعد كده بقى بسيبه يبرد تماما وهنا بقى ده كوم وهو بارد وبتستخدمه في اي وقت وبتحفز في التلاجة بجد خطير ولا يا جماعة انا حاولت يعني حاولت والنتيجة طلعت معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده انتو لو هتعمل الوصفة دي اعملوها وبستفرشوا وراء استريتش عمرها ما هتطلع سائل برا التوق بتاع الباطيخ بجد وصفة حلوة جدا بس انا قلت لكم الغلطة فين وحاولت عالجها ازاي وبتمنى ان الفيديو يكون خفيفة على قلوبكم ولو لست بابتشوف الفيديو لحد اللحظة دي فانا مشكركم جدا من كل قلبي على المشاهدة متنسوش بعملو لايك وشيل الفيديو ده لو عجبكم كنت معكم انجين اجيب وساحتين وهنا واشوفكم الوصفة الجاية